السلام عليكم في درس اليوم نواصل في مجال الكيميا العضوية تعتبر الأسانات ذات صيغة CNH2N من الفحوم الهيدروجينية الغير مشبعة فهي تحتوي على رابطة ثنائية بين ذرتين الكربون وهذا ما يمكنها من القيام بتفاعلات الضم نبدأ أولا بتفاعل الهدرجة وهو الضم الهيدروجين إلى الألسان ويتم في وجود وسط وهو البلاتين أو النيكل وفق المعادلة التالية وناتج الهدرجة عبارة عن الكان أي فحم هيدروجيني مشبع ثانيا الإماها وهو عبارة عن تفاعل إضافة الماء للألسان وناتج الإماها عبارة عن كحول ويتم في وجود حمض الكبريت وفق المعادلة الظاهرة على الشاشة التفاعل الثالث عبارة عن تفاعل الهلجنة تفاعل الهلجنة وهو تفاعل الألسان مع حمض هالوجيني وناتج التفاعل هو عبارة عن مشتق هالوجيني وفق المعادلة الظاهرة خلال تفاعلات الضم خلال تفاعلات الضم مركبات من الشكل أشأة يجب تباع قاعدة ماركوف نيكوف للإضافة والتي تنص على أن ذرة الهيدروجين تضاف أو تثبت على الكربون الأكثر هيدروجينا ففي المثال ففي المثال نلاحظ أن إضافة حمض أشسي أل للألسان تعطي مركبين مختلفين في أحدهم في الأول تضاف ذرة الهيدروجين لأشسي أل إلى ذرة الكربون الوسطية وفي المركب الثاني تضاف ذرة الهيدروجين إلى ذرة الكربون الطرفية أي سي أشتنين والمركب الصحيح حسب قاعدة ماركوف نيكوف هو التفاعل رقم أثنين يمكن بلمرة الألسان أي اتحاد عدد كبير من الجزيئات لإعطاء بوليمير أي جزيء عملاق ذو كتلة مولية كبيرة وهذا النوع من البلمرة هو بلمرة بالضم والمعادلة التالية هي لهذا التفاعل أي تفاعل البلمرة رأينا سابقا أن المشتقات الهالوجينية تستعمل في تحضير المركبات المغنيزيومية وهذه الأخيرة بإمكانها أن تتفاعل مع مجموعة الكربونيل كما بإمكانها أن تتفاعل المركبات التي تحتوي على مجموعة النيتريل أي مع النيتريلات وفق التفاعلات التالية بحيث يضاف المركب العضوي المغنيزيومي إلى مجموعة النيتريل أو المركبات النيتريلية ليعطي مركب مرحلي وبعد إضافة الماء ينتج في الآخر سيتون إن ناتج هذا التفاعل عبارة عن سيتون والسيتونات يمكن هدرجاتها إما بالهيدروجين الجزيئي وفي وجود وسيط النيكل ينتج لنا كحول ثانوي كما يمكن إرجاعها بهيدريد الليثيوم والأليمينيوم وفي نفس الشيء نتحصل على كحول ثانوي كما يمكن إرجاعها بطريقة أكليمونسون وهذا بوجود الزنك ووسط حامضي لينتج في الآخير ألكان أي فحم هيدروجيني مشبع والآن ننتقل إلى التمرين التطبيقي التمرين ينص على ما يلي A عبارة عن ألسان كتلته المولية M تساوي 42 غرام على المول يدخل هذا الألسان في سلسلة من التفاعلات التالية أولا يتفاعل الألسان A مع حمض هالوجيني HBR لإعطاء مركب B في التفاعل الثاني المركب B الناتج يتفاعل مع الماغنيزيوم في وجود الإثر لإعطاء مركب C المركب C يتفاعل مع مركب نيتريلي أي مركب يحتوي على مجموعة النيتريل C N لينتج مركب D المركب D يتفاعل مع الماء ليعطي في الأخير مركب E هذا المركب E يفاعل بهايدريد الليثيوم والأليمينيوم LE ALH4 ثم الماء لينتج مركب F المركب F في وجود حمض الكبريت والتسخين إلى درجة 170 درجة مئوية ينتج مركب G المركب G بتفاعله مع الأوزون O3 و الما يعطي مركبين H و E علما أن H يتفاعل مع محلول فيهلينغ و E لا يتفاعل مع محلول فيهلينغ المطلوب أولا استنتج الصيغ النصف المفصلة للمركبات A B C D E F G H و E مع إعادة كتابة التفاعلات علما أن H لا يتفاعل مع محلول فيهلينغ بينما E يتفاعل مع محلول فيهلينغ بلمرة المركب G تعطي بوليمير K أكتب الصيغة العامة للبوليمير الناتج وما نوع البلمرة تعطي كتل الذرية لكل من الكربون والهيدروجين إذن نشرع الآن في حل التمرين واستنتاج الصيغ نصف المفصلة للمركبات A B C D E F G H و E علما أن الألسان إذا علما أن أعبارة عن ألسان وكتلته المولية 42 غرام على المول إذن يمكن كتابة كتلته المولية بدلالة N على الشكل M تساوي 12 N زي 2 N أي تساوي 14 وهي تساوي 42 إذن يمكن حساب N وهي 3 إذن الألسان المضروس يحتوي على 3 ذرات كربون أي صيغته العامة تكون من الشكل C3H6 وصيغته نصف المفصلة هي CH3 CH رابطة ثنائية CH2 إذن الآن نبدأ بالتسلسل التفاعلي الألسان A يتفاعل مع حمد هالوجيني HBH وهذا التفاعل عبارة عن تفاعل إضافة لكون الألسان يحتوي على رابطة ثنائية وباتباع قاعدة ماركوف نيكوف نلاحظ أن ذرة الهيدروجين للحمد الهالوجيني تثبت على CH2 الطرفية لتصبح على الشكل CH3 والبروم أي ذرة الهالوجين تثبت على ذرة الكربون الوسطية وفي النهاية نتحصل على مشتق هالوجيني هذا المشتق الهالوجيني B سوف يفاعل مع الماغنيزيوم Mg في وجود الإثر لنتحصل على مركب وسطي مركب وسطي C هذا المركب الوسطي C يتفاعل مع مركب نيتريلي أي مركب يحتوي على مجموعة النيتريل CN لنتحصل على مركب وسطي المركب الوسطي D يتفاعل مع الماغ لإعطاء في الأخير مركب وهو السيتون السيتون E يرجع بواسطة هيدريد الليثيوم والألومينيوم ليعطي كحول ثانوي الكحول الثانوي F يسخن مع حمض الكبريت عند درجة الحرارة 170 درجة مئوية ليعطي في الأخير ألسان الألسان G يتفاعل مع الأوزن أو يتأكسد مع بالأوزن وبعد الإماها نتحصل على مركبين أحدهما يتفاعل مع محلول فيهلينغ والثاني لا يتفاعل مع محلول فيهلينغ فالذي يتفاعل مع محلول فيهلينغ هو E الألدهيد أما السيتون فلا يتفاعل مع محلول فيهلينغ وهو المركب H الآن نريد البحث عن الصيغة العامة للبوليمير علما أن البوليمير K ناتج من بلمرة الألسان J إذن N جزيئة من J أي N جزيئة من الألسان تتحد مع بعضها البعض لإعطاء مركب عملاق أي مركب كبير أو جزيئة عملاقة وهي البوليمير K هذا النوع من البلمرة هو بلمرة بالضم إذن الآن نأتي إلى نهاية هذا الدرس ونلتقي في الدرس القادم إن شاء الله في مجال آخر وهو مجال الكيمياء الحيوية وإلى ذلك الحين إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر